اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام وصون هذه الحقوق في ظل التزامها التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها والتي هي جزء نساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتاخي والتعددية وقبول الآخر جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية رئيسة مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وأعضاء المجلس الذين رفعوا لجلالتها التقرير السنوية للمؤسسة وأشهد جلالة الملك المفدى بما تضمنه تقرير المؤسسة من إنجازات وأنشطة وفعاليات على المستويين المحلي والإقليمي منوها بدورها الإيجابي في التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان وأكد جلالتها أن مملكة البحرين تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي تسند مبادئه على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة وأكد جلالة الملك المفدى خلال اللقاء أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانة وأن المجتمع البحريني يشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات والحرص على الرقي في مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وكل متطلباتهم وقال جلالته إننا نعتز دائما بسمعة البحرين الرفيعة بين دول العالم وما يتسم به شعبها الكريم من أخلاق رفيعة ومحبة للجميع في جو من التعايش والتسامح في إطار القيم والعادات البحرينية العصيلة وما يجمع شعب البحرين من محبة وتكاتف وترابط وعرب جلالته عن اعتزازه بالكفاءة البحرينية العاملة في مجال حقوق الإنسان وجهودها المشرفة في الدفاع عن قضايا الوطن ومصلحته وأطلع العالم على إنجازات البحرين ومكتسباتها الحضارية والديمقراطية المتمثلة في سجلها الحقوقي المشرف وأتمنى جلالته لرئيسة المؤسسة كل التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية مشيدا بكفاءتها وخبرتها في هذا المجال كما أثنى جلالة الملك المفدى على الدور المهم الذي يطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤولية تهدف إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيقها بكل حرية والسقلالية وتمنى جلالته لرئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة كل التوفيق والنجاح في أداء مهمهم ورسالتهم الوطنية على الوجه الأكمل وعقب المقافلة أكدت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن جلالة الملك المفدى وجه مجلس المفوضين إلى الاستمرار في بدل الجهود للارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وجددت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزام المجلس لإستمرار العمل في إطار من الشفافية والوضوح والمضي قدما تحت راية جلالته للمحافظة على المكتسبات الحقوقية والإنجازيات بل الإنجازات الحضارية وتعزيز هذه المكتسبات لتكريس احترام حقوق الإنسان وقيم التسامح والمحبة